بعد الكهرباء وانصحت الروايات المحفورة في قناعات الشعب تأتي الماء وهذه حرب ليست بالجديدة أيضاً إنما هي المستجدة على ساحة التجفيف للعراق من مائه وكهربائه واقتصاده ونفطه والحبل على الجرار إيران توقف أطلاقات المياه تجاه العراق وهو حق الشعب المغلوب على أمره وأن قال لسان حالهم أن قطع جميع موارد المياه عن ديالة الخبر المتداول بعد قرار إيراني رد عليه وزير الموارد المائية بتهديد اللجوء إلى المحافل الدولية وأي المحافل تلك التي ستأتي بكأس ماء شرب لمواطن عراقي عطش الآن أو زرع جف من الانتظار وأي الأنهار تشكو ما مر عام والعراق ليس فيه جوع حقيقة تقطع الشك باليقين عن استهداف خارجي ونفوذ داخلي وأوراق سوداء تلعب ليس في مستقبل العراق الاقتصادي والزراعي والصحي إنما في أرواح العراقيين الذين يجلسون الآن بين نارين نار انقطاع الكهرباء ونار انقطاع الماء اشتركوا في القناة